موسيقى السلام عليكم متتبعي الكرام ومرحبه بكم معي مرحبه بكل الناس اللي دخلوا القناة جداد كنقول لكم مرحبه والف مرحبه متنساوش كذلك انكم زيدوا تبارتاجي ووصفاتي وكل ما كان نقدم مع الاهل والاصدقاء ديالكم اليوم كيف ما كنتشوفوا معي هاد الكيكة الجميلة الرائعة غادي تلاحظوا معي المقادير ديالها و السر الخطير باش كتجيه شيشا هكا ومعلكا خليكم معي باش تعرفوا المقادير ديالنا كأول مرحلة عندي هنا الموز او البانان يعني انتم على حسب الايطار ديالكم ومن الافضل ان الايطار يكون كبير يعني هاد الكيكة هادرة كتجيه كبيرة مكنشيش صغيرة فمن الافضل يكون الايطار كبير ستأخذوا واحد العدد ديال البانان او الموز وغا تقطعوه مش يرقيق يعني بهذا الحجم هذا ما يجيكم مش يرقيق بالساف كنقطع هادك البانان كامل على دوائر كيف ما كتلاحظوا معايا يعني نقطلكم وممكن تستعملوا اي فاكهة عندكم وممكن متستعملوش في مرة يعني اللي ما بغيش ما كيكلش الفاكه ممكن يديرها عادية يعني ما يديرش الفاكه في الكيكة ديالو يخليها هكا يعني كيكة عادية وصافية ولكن انا نضفت لها الموز انتم ما تضيفوا لها اي فاكهة تحبوها كنجيب هنا واحد الايطار وكندهنوا بالزبدة هاد الايطار كبير مش صغير يعني باش ما يبقى لكم شمل الكيك ديالكم او يفيدليكم غادي نجيب هنا واحد جوج معالق او ثلاثة ديال سكر حبيبات او سانيدة وكرشهم في القعر ديال الايطار وكنبدا نستف هادك الموز وحدا حدا وحدا حتى نسالي كيف ما كتلاحظو معايا وغادي نحطو على جنب واندوزو للمرحلة التانية اللي غادي نحطو فيها كيف ما كتلاحظو معايا بيه غادي نعبر المقادير كاملة هادك كأس ديال السكر الكأس التاني ديال السكر يعني در جوج كيسان ديال السكر بهذاك الكأس هادك الكأس به غادي نعبر المقادير كاملة وكدر انبدا نطرب هادك البيض مع السكر حتى يرجع ليه ابيض لاحظو معايا غادي نستمر بحالها حتى نندمج العناصير كاملة واندوزو باش نزيدو المكونات الاخرى لاحظو معايا واذا الشكل دياله بدأت يتغير فما محتاجين لا طراب كهربائي ولا غيره لاحظو معايا واذا الشكل ديال واذا الشكل اللي انا بغيت غادي نضيف عليه ذا بفاد المرحلة هدي كأس ديال الزيت النباتية لاحظو معايا راه نفس الكأس كان عبر به هذا كأس ديال الماء او ديال العصير متوسط يعني مش كبير كنخلط هادك الزيت مع الكيك ديالنا من بعد غادي نضيف ليه الحاليب وبحرارة الحاليب يكونت هو كذلك بحرارة المطبخ نفس الكأس لاحظو معايا كيفما قلت لكم راها سهلة ما محتاج لخلاط الكهربائي هنا غادي نجيب واحد الغربال او ميس فات وغادي ناخذ كأس ديال بودغ الكاكاو سوف نغرب لها لان كيفما تلاحظو يكونوا فيها واحد الحبيبات سوف نغرب لها والباقي كان نحكو من المعلقة حتى لا يبقى حتى تكون الحبيبات كاملين كينزلوا هنا صافين بعد ما غربلتو كنبدا ندمج العناصير مع بعضياتها ندخل ذاك الكاكاو كامل لاحظو معايا العجينة او الخالط بدأ يتقال شوية لاحظو هذه القوام تيالو او يعني دابا شوية بدأتي عقد بعد ما ضفت له الفوت غدي الكاكاو كان استمر في الخلط حتم كيبقى شي بلية ذيك الغبرات ديال الكاكاو بين مع الجوانب وهذا كاكاو مر يعني ما شي حلو نضيف تقريباً واحد المعلقة كبيرة ممكن أن تضيفوا صاشي نضيف دقيق الأبيض نضيف ملوء بالدقيق نضيف ثلاثة المعالقة خاميرات الحلويات نضيف ملوء بالدقيق ونضيف ملوء بالدقيق نضيف ملوء بالدقيق ونبدأ نخلط ندخلها دقيقة في الخليط العجينة تبليكم تقيلة ولكن سنعنصر مفاجئ لكيكة وشيشة وفي ذلك الطريقة التي لم ترى معي فالأيطار يكون كبير يعني لا يكون إيطار صغير نستمر حتى ندمج العناصر كاملة لا يبقى ذلك الطقيقة كيبالية كنخلط مزيان يعني ما دم هو مغرب الرادغية يتخلط لينا لا يكونوا ش فيه ذلك التكتولات أو ذلك الحبيبات اللي تيبقاوا لاحظوا معايا القوام كيباليكم تقيل ولكن سنضيفوا له العنصر المفاجئ لديكم الكيكة يجب أن تصبوا به أي كيكة يعني من غير ما تكون شوكولات أو بهالطريقة هذي فمفعوط ما تضيفوا الماء العادي سنضيفوا كأس من الماء الغليان يعني ليس ماء عادي لاحظوا معايا هذا هو العنصر المفاجئ في الوصفة وهو كأس من الماء الغليان سنضيف من الماء نضع الفرن على 180 درجة قبل أن تضع الفرن على الموز نضع الفرن على السلطة نضع الفرن على الموز ندر الكيك في الفرن و شكرا نضع الفرن على الموز انا وجدت لها صوص شوكولا نتمنى ان شاء الله الوصفة اليوم تكون عجباتكم ونالت الريضة لا تنسوا لايك للقناة والاشتراك دمتم في رعاية الله وإلى الملتقى ان شاء الله في وصفة جديدة مع السلامة أحبائي